21 يوم فقط سر علاج التهاب البروستات اليوم سأعطيكم وصفة أكثر من رائعة مجربة وإن شاء الله النتائج جد مرضية ومذهلة حتى أنها تعالي السلس البول وحصر البول ويعني كل مشاكل صحية عند الرجال على العموم تابعوني للنهاية أيضا سوف أشارك معكم اليوم زيت بذور القرع وليس زيت القرع يعني هناك من يشتري زيت القرع يعني لا تنفع نهائيا الأفضل أن نشتري زيت بذور القرع تكون يعني جيدة وممتازة ويعني هي تكون غالية في الثمن لهذا إن شاء الله سوف أريكم كيف تصنعون زيت بذور القرع وتكون يعني بيو يعني تكون جيدة ومفيدة جدا لن أطيل عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقط أريد منكم لايك الله يجزيكم بخير فضلا وليس أمرا لكي تستمر القناة على العموم اليوم سوف نقوم بعلاج سهل وبسيط وأيضا كيف قلت لكم أي كل علاج بيو ستشترون بذور القرع عند الخطار وليس عند العطار لأن البذور القرع بيو تكون باهدة الثمن أيضا يعني حين تشترون عند العطار ربما تكون قديمة جدا لهذا اليوم سوف نشتري بذور القرع عند الخطار نحضرها للمنزل ونقوم بغسلها جيدا ثم نقوم بتسخين الفرن بعد أن نقوم بإطفاء الفرن ندخل تلك البذور لكي يعني تصبح عندنا بذور جافة لا نريد تحمير بذور القرع نهائيا فقط تصبح هكذا كما تشاهدون يعني هي الآن أصبحت مجففة بعد ذلك نقوم بأخذ حفنة كبيرة من بذور القرع ونقوم بصحقها يعني سنقوم بتحن بذور القرع لتكفينا ثلاث أيام يعني كل ثلاث أيام نقوم بتحن بذور القرع هكذا يعني تكون طريقة صحية جدا لكي لا تفقد الزيوت ديالها لماذا بذور القرع لأن البروستات فيها تركيز عالي من الزنق وهذلك يعني الزنق نجده في السبانخ وأول شيء نجده في بذور القرع يعني في نسبة كبيرة جدا من الزنق بعد صحقه جيدا نقوم بغربلة يعني أنت نغرب له هذوك البذور جيدا ونأخذ ملعقة كبيرة ممتلئة في الصباح قبل وجبة الإفطار بنسب ساعة مع كأس من الماء وبالليل نقوم أيضا بملع يعني نأخذ ملعقة كبيرة من بذور القرع مع كأس من الماء مع أخذ فص من التوم نقوم بشيء هذا الفص يعني كما تشاهدون ثم نقوم بتقشيره ونضعه في الزيت ونضعه يعني على شكل تحاميل لمدة أسبوع إلى أسبوعين بالنسبة لبذور القرع نتبع الوصفة 21 يوم بالنسبة للثوم من أسبوع إلى أسبوعين حتى الناس اللي عندهم البرد القديم أو تدرهم الظهر ديالهم يستعملوا الفص ديال الثوم سنضع شويوه يعني نقوم بشيء الثوم ثم بتقشيره ونضعه مع زيت الزيتون ويوضع يعني على شكل تحاميل المهم الآن يعني سأريكم طريقة صنع زيل بذور القرع نأخذ كمية لا بأس بها من بذور القرع يعني قريبا نأخذ واحد مئتين تل مئتين وخمسين جرام ديال بذور القرع ونقوم بصحقها جيدا بعد ذلك نقوم بغربلتها ضروري ما تنغربلوا هذه الزرعة لأننا ستناولوها مع زيت الزيتون المهم نتنغربلوها يعني سنصبع لها أو تنكبع لها زيت الزيتون يعني تتخذوا الكيمية اللي بغيتوا ديال الزيت والكمية اللي بغيتوا ديال بذور القرع يعني غير هو تكون يعني تقريبا الكمية متساوية باش هكذا يعني تنستفدوا من الزيت وتنستفدوا حتى من بذور القرع لأنها غنية جدا بالزنج على العموم تنخليوها تقريبا مدة أسبوع حتى تتخمر والأفضل أن نضعوها في برطمان أو في قرع مظلمة هذه الطريقة الصحيحة باش نخمرو الزيوت هنا استعملت قنينة ديال الزجاج الشفافة فقط باش نوريكم طريقة من بذور أسبوع هنا تنفطروا بها كل صباح نقوم بأخذ ملعقتين كبيرتين وبالليل ملعقة كبيرة يعني في الليل تنتناولوا من هذا الزيت ديال بذور القرع ولكن الأشخاص الذين عندهم انخفاض ضغط الدم فقط غادي تناولوا ملعقتين كبيرتين في الصباح لمدة 21 يوم اللي ما عندوش هاد المشكل ديال انخفاض ضغط الدم غادي تناولها من شهر حتى الشهرين راها ممتازة جدا والأشخاص اللي عندو مشكل ديال انخفاض ضغط الدم يتناولها 21 يوم غادي توقفوش شوية يعني أسبوع أسبوعين وعاودوا يتناولوها راها ممتازة جدا وصحية بزاف يعني ان شاء الله تجربو وعد تحكمو تنصيبان الأب ديالي راها ممتازة جدا المدق ديالها رائع تنتمنى بيش تكون عجباتكم